حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف من أن ملايين الأطفال في اليمن يواجهون خطر المجاعة وقالت المنظمة الدولية أن نحو ستة ملايين طفل يمني يقتربون من خطر المجاعة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن توفير التمويل الكافي لتقديم المساعدات لهم وبحسب تقرير للمنظمة في أواخر مارس فإن أكثر من أحد عشر مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية من بينهم أكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحادة معنا من ذينا رئيس منظمة سامة للحقوق والحريات التي تعنى بالطفولة سيد توفيق الحميدي سيد توفيق أهلا بك يونسف تتحدث عن خطوة واحدة تقربنا أكثر من خطر المجاعة الذي يهدد الأطفال في اليمن كيف يلعب الآن عامل الوقت في ازدياد خطر تعرض الأطفال لسوء التغذية والمشاعة مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة في الحقيقة هذا نداء استغاثة جدي وحقيقي لأننا عندما نتحدث عن اليمن نتحدث عن مجموعة من الأسباب اجتمعت في آن واحد وجميعها تشكل تهديد حقيقي لحقوق الأطفال خاصة الحقوق المتعلقة بالطفولة نحن اليوم نتحدث عن الفقر والقوع نتحدث عن الحرب نتحدث عن الأمية نتحدث عن تغيير المناخي إضافة إلى العبودية ربما لو ركزنا أكثر على عامل القوع وعلى عامل الفقر سنقدر أنه خلال فترات الصراع كان هناك أكثر من نداء وقه من المنظمات الأممية لأن في اليمن المؤسسات الاقتصادية انهارت بشكل كامل لم يعد هناك سوق حقيقي للعمل توقفت الرواتب ازدادت المخاطر الأمنية ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة إضافة إلى أن المنظومة الصحية اليمنية ربما أنهارت بنسبة تصل إلى ما يقارب 90% هناك تقارير صدرت لمنظمات انقذ الطفولة بأن هناك ما يقارب 12 مليون من أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية هناك ما يقارب 5 مليون طفل يمني ما دون سن الخامسة أيضا لم يحصلوا على حقوقهم الصحية وبالتالي خلال السنوات الماضية وقدنا أن هناك تراجع في الدعم إلى جاز التعبير حتى مؤتمرات الألمان حين التي تعقد لأجل اليمن ما السبب سيد توفيق تحدثت عن معطيات وعوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الإنساني المتدهور منها النزوح والحرب والضعف أو انهيار القطاع الصحي واليوم اليونسف تدعو الشركاء الأوروبيين تحديدا إلى تقديم المساعدات بشكل عاجل ما الذي يمنع ذلك؟ ولماذا تراجع هذا الدعم؟ أنا باعتقاد اليوم لا بد أن تكون هناك آلية جديدة لأن للأسف الشديد خلال الفترة الماضية ظهرت عددا من العوائق يمكن التحدث عنها بكل وضوح من ضمن هذه العوائق صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقية خاصة وأن أطراف الصراع وأنا أتحدث هنا بشكل أدق لدى جماعة الحوثي أعاقت وصول هذه المساعدات أو استخدمتها للأسف الشديد استخداما سيئا أيضا عملية الفساد التي ظهرت إلى السطح وشاهد كثير من المانحين أن الأولويات غير واضحة في ترتيبها لمستحقيها اليمنين وبالتالي هذا حدث نوع من الإيرباك أنا باعتقادي اليوم أن المجتمع الدولي والأممي بشكل أخاص بحاجة إلى منظومة جديدة وأنا دعوت أكثر من مرة إلى تحييد الملف الإنساني وبعيد عن أطراف الصراع وإيجاد أطراف محارجة ولكن على يبدو أن الملف الإنساني مرتبط بشكل كبير بالملف السياسي والميداني وهذا أيضا ينعكس بشكل سلبي على الأرض لكن في ظل التقارب الإيراني السعودي ونعكاس ذلك على الملف اليمني ألا يبدو بأن الأمور يمكن أن تصل إلى حل حلمة فيما يخص الشأن الإنساني؟ هو بالفعل هذا اليوم عملية التقارب الإيرانية السعودية هي كانت سلاح ذو حدي للأسف الشديد من ناحية أن المجتمع الدولي نسى ربما القضية اليمنية في ظل عملية المراوحة والهدنة طويلة المدى وظن الناس أن اليمن انتقل ربما إلى خير وإلى وضع أفضل وبالتالي تقاهلوا أو تناسوا اليمنين بشكل كبير لكن للأسف الشديد الوضع الاقتصادي ما زال في حالة تدهور مستمر ما زال هناك الأطراف تتخندق في مكانها الوضع الاقتصادي توقف الرواتب اختلاف صرف العملاء إلى غير ذلك لكن أيضا في المقابل يمكن للمنظمات الأممية أو الأطراف الرائية على الأقل اليوم للحوار السعودي الحوثي يمكن أن تقدم على الأقل مبادرة عاقلة من أقل الملف الإنساني وخاصة المساعدات من أقل الخلق نوع من الثقة ويمكن أن يتحلحل هذا الملف ما دام هناك نوع من التقدمات السياسية والتفاهمات التي تتم خلف الغرف المغلقة بين الأطراف شكرا جزيلا لك من فيينا رئيس منظمة سامة للحقوق والحريات التي تعنى بالطفولة توفيق الحميد